السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مدارس بنات المستقبل الثانوية الوحدة تاريخ أوروبا في عصر النهضة الدرس حركة الإصلاح الديني الأفكار الواردة في الدرس أولاً المذهب البروتستانتي ثانياً مذهب كليفن ثالثاً المذهب الإنجليكاني رابعاً حركة الإصلاح الكاثوليكي سنقوم بترحي الأسئلة والإجابة عليها في هذا الدرس درس حركة الإصلاح الديني ما هي الأعمال التي لاقت اعتراض ولا بد من تغييرها في الكنيسة الكاثوليكية أولاً احتكار الكنيسة الكاثوليكية العلم والمعرفة والمال في أوروبا أيضاً منعت الناس من طلب العلم ثالثاً عدم التزام رجال الدين الكاثوليك بتعاليم الكتاب المقدس أي الإنجيل السؤال الثاني ما هي عوامل قيام حركة الإصلاح الديني؟ هناك ثلاثة عوامل أولاً عوامل فكرية وعوامل سياسية وعوامل دينية سنبدأ أولاً بالعوامل الفكرية أولاً انتشار الفكر الحر في أوروبا ثانياً تأثر الحرية الفكرية التي لمسها الأوروبيين من الفكر الإسلامي ثانياً العوامل السياسية أولاً تمثلت في تشجيع أمراء أوروبا لحركة الإصلاح الديني ثانياً التخلص من تدخل البابا في شؤونهم وأخيراً بالنسبة للعوامل الدينية تتمثل بي أولاً فشل الكنيسة في آداء رسالتها الدينية ثانياً إصدار سكوك الغفران هنا سوف نتحدث عن المذهب البروتستانتي وسوف نطرح الأسئلة الآتية من صاحب المذهب البروتستانتي؟ مارتين لوثر ما هي أهم المبادئ التي نادى بها مارتين لوثر؟ أولاً ركز على فكرة الإخلاص بالإيمان وتعني إن الإنسان يتقرب إلى الله بإيمانه بالله لا بالأعمال التي تفرضها الكنيسة ثانياً هاجم إصدار شهادات الغفران التي عرفت بسكوك الغفران وهنا تعريف لسكوك الغفران وهي عبارة عن شهادة تغفر للإنسان ذنوبه مقابل التبرع للكنيسة وكان الهدف منها جمع البابا المال لبناء الكنائس ثالثاً أعلن مارتين لوثر الكتاب المقدس أي الإنجيل المصدر الوحيد للدين المسيحي رابعاً نادى بأن يجب رجال الكنيسة يخضعون للسلطة المدنية سوف نبدأ الآن بمذهب إكليفين السؤال الأول عليه من صاحب المذهب الكليفيني؟ وهو الراهب كليفين الفرنسي ما هي مبادئ إكليفين؟ أولاً إدماج السلطة الدينية مع السلطة المدنية ثانياً اختيار الشعب القائمين بأمور الكنيسة ثالثاً إشراك غير الرجال الدين في إدارة شؤون الكنيسة المذهب الثالث المذهب الإنجليكاني كيف انتشر المذهب الإنجليكاني في إنجلترا؟ قامت الملكة إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا بتوحيد المذهب الكاثوليكي والبروتستانتي بمذهب واحد عرف بالمذهب الإنجليكاني ما الإجراءات التي اتبعتها الكنيسة الكاثوليكية لمقاومة انتشار المذهب البروتستانتي؟ أولاً عقد مجمع ترينت في إيطاليا عام 1545 ميلادي الذي أكد سلطة البابا على الكنيسة الكاثوليكية وأنه المرجع الوحيد لتفسير الكتاب المقدس ثانياً عملت الكنيسة الكاثوليكية على التبشير ضد البروتستانت عن طريق بناء المدارس والجامعات ثالثاً تشكيل لجان التحقيق والتفتيش عن البروتستانت للضغط على أتباعه لإرجاعهم للكاثوليكية ترجمة نانسي قنقر